ملف تاني هاختم بيه هزي الفقرة وهو تصريحات غريبة جدا صدرت من الكابتن توفيق السيد عضو لجنة الحكام مش عايز اقول المقال والذي تقدم باستقالته لان المعلومة اللي عندي انه هو اتقاله انت مش معنا السنة اللي جاي انت مش مكمل وبريرة مش عايزك ففكرة الاستقالة والاقالة هي ببس الهدف منها ايه يعني تلطيف الاجواء شوية او حفظ ماء الوجه ولكن انا معلومتي ان توفيق السيد تم اقالته وعدم استمراره في لجنة الحكام الموسم المقبل وما انه خلاص خرج من لجنة الحكام مش هتكلم على شغله اللي فات ولكن هتكلم على التصريحات الغريبة اللي النهاردة شفتها من خلال كايرو 24 موقع القاهرة 24 تصريحات كفيلة بإحالته للتحقيق ايوة تصريحات كفيلة بإحالته للتحقيق ليه توفيق السيد خرج في تصريحات وقال كلام يحاسب عليه اولا بريرة قال في تصريحات تلفزيونية قبل كده ان انا كنت بتابع وبتفرج وهشتغل من المسم الجديد حتى تشكيل اللجنة هبدأ الدقل فيه وقول انا عايز مين ومش عايز مين فبالتالي الراجل ما كانش لي دور وحتى توفيق السيد طلع وقال الكلام ده قبل كده ولكن توفيق السيد في حوار عبر قرار 24 قال ايه قال بريرة رجل فاشل ولا يصلح لإدارة التحكيم المصري وجود خبير أجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل ده كمان بيخبط في اتحاد الكورة يعني بيخبط في استراتيجية اتحاد الكورة اللي خد قرار بالتعاون مع حكام أجانب أو استقدام خبير أجنبي لإدارة ملف التحكيم يعني هي كتن توفيق انت شايف ان بريرة فاشل ولا يصلح وفكرة وجود خبير أجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل طب انت قد تقعد ليه الفترة كان فيها بريرة احنا عارفين اللي انت اللي مشيت كلاتنبرج والكلام ده اللي قاله كلاتنبرجي مش انا اللي بقوله كلاتنبرجي ألف تصرحات على فكرة ان توفيق السيد كان سبب في أزمات ومشاكل هو بسببها راحل عن اتحاد الكورة ولكن حضرتك كمان شايف ان بريرة فاشل طب انت اشتغلت ليه وقلت موجود ليه هو موجود وبتخبط في اتحاد الكورة وبقوله أصلا وجود خبير أجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل يعني مش عاجبك قرار إدارة اتحاد الكورة وكمان بص بقى المفاجأة اللي جاية ده تصرحات لتوفيق السيد بيقول ايه بريرة بيقول للجميع انه خبير ومحاضر وهو ليس ذلك من الاساس يعني انت اصلا بتتهم بريرة كمان بحاجات هو بيقولها عن نفسه مش عايزة اقولها يعني المسمى القانوني او السيغة القانونية لوصف هذا التصريح لكن تصريحات ما ينفعش اتعدي وقال وجوده على بريرة يعني توفيق السيد شافي ان بريرة وجوده على رأس المنظومة التحكمية سيسبب كوارث الموسم المقبل ياه هو وجود الخبير الاجنابي مزعلك اول الدرجة دي هناك حكام هاجموني بدون سبب وهم لديهم كوارث من قبل مثل جهات جريشة بريرة استلم ميدليات بسبب الحكام المصريين وهو لا يعمل معهم من الاساس طب انت ما اعتردتش لوقتها لما نزل على المنصة واستلم الميدالية ده الموضوع ده بأكتر من 4-5 شهور ما اعتردتش لوقتها بريرة منشغل بالسفر والاجازات وحذرت اتحاده الكرة من استمراره يعني انت كنت عايزة تماشي بريرة زي ما احنا كنا بنقول زي ما ماشيت كلاتنبرج والله العظيم هو اللي قاله هو بريرة منشغل بالسفر والاجازات وحذرت اتحاده الكرة من استمراره فاكريه لما كنا بنطلع بنقول ان فيه اعضاء في اللجنة بيشتغلوا على تطفيش الرجل هو اعترف بنفسه على ذات نفسه قالك انا حذرت اتحاده الكرة من استمراره كلامي ده مش دفاعا عن بريرا أنا ما بدفعش عن بريرا بريرا الفترة اللي جاية هيبدأ شغله يتشاف الناس اللي هيختارها لتشكيل اللجنة هنبدأ نفهم الراجل ده عايزيه أنا عارف ان تصنيف الحكام عمل أزمة كبيرة في المنظومة التحكمية وان الراجل عايز يعمل تصنيف للحكام اللي هيحكم دوره ممتاز ما يحكمش في الأقصام الأدنى والدرجات الأدنى وده مفهوم وده بيحصل حتى في أوروبا عارض الحكام هيكفي مش هيكفي هنشوف اختيارات بريرا ده دوره هو وشغله هو وعن قيم شغله الفترة اللي جاية احنا ما بندفعش عن أشخاص احنا مندفع عن أفكار واستراتيجيات ولكن خروج توفيق السيد عضو اللجنة بهذه التصريحات لا يجب أن تمر مرور القرام من اتحاد الكرة لأن الراجل ده كان سبب أساسي في بعض المشاكل التحكمية اللي حصلت الموسم الماضي والموسم قبل الماضي وتصريحاته دي ما ينفعش تعدي لازم يبقى فيها محاسبة وسؤاله على تصريحاته ايه داعي للتصريحات دي اي حد بيخرج من اي منظومة شكرا سلام عليكم وعليكم السلام ولكن التصريحات دي بتدين توفيق السيد قبل ما تدين بريرا او اتحاد الكرة او لجنة الحكام والتصريحات بتأكد ان كل الكلمة والله بنقولها في الملف ده بتبقى صادقة وموضوعية لا بن شخصا اي ملف ولا بن شخصا اي موضوع